بطبيعة الحال القبر الأكثر سخونة أو الأكثر يعني حضوراً على وسائل الإعلام المصرية وربما يكون مجال لحوارات ونقاشات حديث القاهرة في كل القاهرة وعواصم أقاليم مصر وهو زيارة الرئيس السيسي للعاصمة القطرية الدوحى ولقاءه بأمير قطر لكن اللافت للاهتمام جداً وللانتباه أيضاً إنه بصرف النظر عن بروتوكولية الزيارة ويعني وعادية تفاصيلها وإنها ليس فيها شيء خارق يعني لأي زيارات رسمية كونها طبعاً يعني أول زيارة رئيس مصري من 2009 ظن لقطر كونها إنها بعد فترة من الفجوة والجفوة في العلاقات الرسمية انتهت العام الماضي هذه الفجوة والجفوة بدليل إنه أمير قطر شخصياً كان في مصر في يونيو الماضي في زيارة لمدة يومين أو ثلاثة وكان الحضور في زيارة رسمية كان فيها تفاعل رسمي ودبلوماسي كبير لكن برغم بقولك إنه الزيارة تخلو من أي ملمح مختلف أو متميز عن أي زيارات أنبئة رئيس سيسي لأي من دول العالم أو أي من الدول العربية إلا إنه الإخوان تعاملوا مع هذه الزيارة باحتفاء منتصر والبعض لدينا في مصر بخصوصها عوسية التواصل الاجتماعي بدأ يكلم عن دلالات الزيارة وإيه أهميتها وإيه ضرورتها وإنه بعضهم يعني متعجب مستغرب من الزيارة أصلاً وكونها تمت وبعضهم يعني يقارب الشك حوالين جدواها والعنوان الكبير الأكبر نتيجة هذه الزيارة هو الكلام عن هل ده معناه مصالحة مع الإخوان المسلمين ومجمعة الإخوان لأنه قطر كما نعرف من اللحظة الأولى داعمة لهذه الجماعة صحيح النهاردة المواقع المصرية محتفية منذ دقائق يعني بمقطع من حوار عمله أمير قطر مع صحيفة لوبان الفرنسية واللي بيقول فيها أنه طبقاً للاقتطاع المنشور في المواقع المصرية بيقول فيها رداً على سؤال حول وجود علاقات لقطر مع جهات الإخوان ليس لدينا مثل هذه العلاقات نحن دولة ولست حزباً نتعامل مع الدول والحكومات الشرعية وليس مع التنظيمات السياسية نحن بلد منفتح شخصيات عديدة تحمل أراء مختلفة تأتي إلينا وتذهب لكننا دولة لا نتعامل مع الأحزام مؤكداً عدم وجود أي عضاء ناشطون أو ناشطين في جماعة أخوان المسلمين أو منظمات تبع عليهم في قطر التصريح ده منشور مصرياً فقط مش نوش عن المواقع القطرية ولا نقلته أي صحيفة قطرية وممكن أن نرجع لأصل الحوار الفرنسي لكن الحوار نفسه والاحتفاء المصري به يعني يشير إلى أنه الناس مهتمة بالحكاية لكن في الحقيقة هو تصريح برضو يعني بورتوكولي ودبلوماسي ومعرفش دقة وصحة بقى التصريحات المنسوبة لأبيل قطر ده لأنه في أعضاء في الإخوان المسلمين في قطر يعني المصريون ومعلومون ومشهورون ومعروفون فالنفي أنه فيش أي أعضاء في جهاز الإخوان في قطر دي بسألة تستدعى مراجعة الترجمة لكن عموما ليه الناس ربطة ما بين الزيارة مصرية رسمية على أعلى مستوى رئيس الجمهورية لقطر بلقاء على أعلى مستوى في قطر وهو أمير قطر بموضوع المصلحة مع الإخوان وليه الإخوان أدموا الموضوع ده والله تقرى تعليقات الإخوان وتحليلاتهم وكأنهم يعني قطريون أكثر من قطريين زي بالضبط ما هم بينتصروا لأردوغان انتصار تركوة ده بالعكس ده نص الشعب التركي ما بيصواتش في الانتخابات لأردوغان ومع ذلك الإخوان بيقدموا باعتباره رئيس المقدس تقريب ترجمة نانسي قنقر